اللي يخلي مصور صحفي عن غيره يطلع كاس العالم ازاي بتسجله ازاي بيتم اختياركو هو اول حاجة في البداية يعني بالنسبة للاختيار هو كل دولة بيبقى ليها عدد محدد من المصورين طبعا لان كل مصورين العالم ده بيبقى حدث كبير جدا بيبقى كلهم نفسهم ان هم ما يحضروه بتبقى فرصة عظيمة لأي مصور رياضي ان هو يوصق الاحداث دي طبعا معلش مصور رياضي يعني انا لازم اكون بافهم في الكورة عشان اطلع صور صحفي يعني مش مش شرط بس يعني محب للتصوير او يكون متخصص في التصوير طبعا الفيفا بتحدد العدد مصورين لكل للدولة وخاصة كمان لو هي مش مشاركة في كاس العالم يعني لو هي مشاركة بيكون العدد اكبر طبعا والدولة المستضيفة اما الدول زي مثلا مصر للأسف ان احنا مصعدناش فكان لنا حظ ان احنا لنا عشر مقاعد فيه عشر مصورين يقدروا يحضروا الاتحاد الكورة طبعا احنا بنعرض يا احمد صور من الصور لو تكلمنا كده على اكتر صورة اصارت فيك خلال كاس العالم يعني والله هو معظم توصيق الصور يعني يعني في كل الماتشات انا شايف ان هي بتبقى فرصة جميلة جدا ان انت توصقي كل الاحداث اللي في الماتش طبعا دي نمازج بسيطة من اللي احنا صورناه فيه الاف الصور تم رصدها في كل ماتش بيتم اختيار بقى الصور بعد المباراة على حسب انت رؤيتك للمباراة ايه فدي كانت من ضمن دي في الادوار الاولى في رقلية الافريقية من ضمن الحاجات اللي شدتني الجماهير التقاليع بتاعت الجماهير الالوان هو الكارنفال كل مصور بيبقى ليه رؤية خاصة هو عايز يصور ايه في الملعب هو عينه بتبقى رايحة ازاي طبعا زي ما انت بتقول شوية احنا مركزين مع الجمهور مباراة احنا مركزين اكتر في الماتش خصوصا انه كان فيه ماتشات وكنا نتكلم شوفنا نهائي ما حدش شايفه قبل كده بالزبط حقيقي احنا كنا محظوظين طبعا يعني احنا كنا محظوظين جدا لفكرة ان احنا نحضر ماتش زي دوت وبطولة زي دي عموما كمان ارجع بس للنقطة الاولانية بتاعت ازاي بيتم اختيارنا سريعا هو اتحاد الكرة بخاطب نقاب صحفيين وعن طريق شعبة المصورين الصحفيين في شعبة المصورين الصحفيين بتحط بنود محددة لان ممكن بيتقدم مثلا حوالي من الصورة شوف مثلا احد عايز يقدم المرة الجاي بالزبط كده اولا بيقدم السيفي بتاعه بيقدم شغله السابق بيقدم الحاجات اللي تؤهله ان المؤسسة هنا تتحمل ان في جدية فعلا للصفر وبيتم عقد لجنة وبيتم اختيار الاشخاص العشر اشخاص اللي قلت الحركة عليهم دول بشكل شفاف جدا وبشكل معلن للجميع